بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطالب الطالبات الصف الأول السنوي كنا طبعا خدنا الدرس الثاني في الوحدة الثانية في الوحدة الأولى وطبعا شرحنا الحياة اللي فيه كان فيه مفردات فيه قواعي فيه أشياء المرة ده ناخد جزء التطبيق على الدرس ده الجزء التطبيق اللي هو ايه؟ تمرنات متنوعة اسمه اجزرسيس فاري فهيا بنا تابعوا معنا عشان نفهم الضبط ونطبق ازاي المعلومات احنا اخدناها على الدرس ده هنبدأ عندي بقطعة فهل اللي هي طبعا اسمه اجزرسيس دي كونبنسيون القطعة ما تقوليه طبعا قطعة قدامك معروضة هي ده لي لسي دو كومان اقرى هذا النص سم اجب على السئلة اللي هي بعدها طبعا طبيعا متوبة بعد اربع اسئلة اللي هي اخترب منها برضو من اربع اختيارات الحوار بين مينة ونهلة فمينة قالت نهلة هي بونجور نهلة فمينة قالت نهلة منها جاءت لها السيماسير انها اختي نسمة انكوبين دي باسكات صديق في الباسكات فمينة جاءت لها فمينة جاءت لها كنزان فمينة جاءت لها كس كلم تحبي ايه جاءت لها الم لا ميزيك بنا عرف الفهم ده ممكن اجرد قطع مرة واثنين وثالث قد تكون حوار قد تكون مقال برضو مش لازم ببع حوار او اي نوع من انواع او اعلان او حيزينه اول سؤال عندي شوازيه لبونجروب اختار الاجابة الدقيقة اللي صح اللي اتفق مع النص اللي عنه سيدو كمون هذا النص ايه هل ان ديالوك هل ان لاتر خطاب هل امال اي ميل ولا انا نانس طبعا لو انا بسيت في البتائه وبوصل ايه عندي يالوك طبعا انه حوار بمتي طب نمرو ده اتنين نسمة او نغات او عندها كم سنه هل في الحوار عندها دوزان ناشر تريز تلتاشر كنز خمستاشر دي ست ولا سبعتاشر طبعا اذا انا بسيت في الحوار دقافت طبعا ايه نغات دوزان نسمة ايه نغات دوزان نسمة قد تكون ايه هل امير امها هل سور اختها هل كوزين بنت عمها هل في بنتها طبعا اذا انا بسيت كويس وركز تلتاشر كنمية ايه منا سي لا سور ايه لا سور دو من اختها طبعا امروكات الاربع الحوار ده ممكن نسمعه فينا او نص ده ممكن نسمعه او في اي وقت المتان 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 هل صباحا هل مساء هل بالليل هل بعض الضهر طبعا اذا انا ادققتها راجعيني طبعا جاءت لها بونجور نهلة وبيت تالي يبني انا على فهم القطعة هناخد المتان دي ببساطة قافة فه وقت تأتي القطعة غيرها طبعا هنفهمها برضو نفس الطريقة ونفهم كويس ونجرى كويس ونحلها حسب ظروف كل القطع طبعا نجرى الجزاية الثانية اللي هي طبعا المواقف طبعا حصل تعديل في المواقف طبعا بدل ما اختار واحد من اربعة اوات صحب لان المرة دي قال لي ايه شوازي اختار اجابتين صحب من الخمس اللي هم تحت المواقف بهم يعني اجيب لي رأس الموقف واجيب لي خمس اختيارات فيهم اتنين صحب مثال واحدة نمرو اين تكسكيز انامي تعتزل صديق تدي هتقولي عندي خمس عروض هل داكور مرسي ولا سي برضو ولا انشانتي ولا اكسكيز موا طبعا لو انا لققت اراجح تاني اخطر اللي هو اي عندي فيه برضو اللي الاعتزار هي وفيه اكسكيز موا الاتنين دولين في الاعتزار هي بان اخد نمرو ايه اتنين تي صالي انامي ونمرو دي تي صالي انامي تدي طبعا صالي انامي تدي طبعا صالي اعرف انه هو يحيي شخص انا شوفيه دا دا كمان مشايش شخص دا صديقي انامي فالبونجور مسيو ولا اناميرو بي صالي احمد ولا اكسكيزي موا مرسي طايب نمرو دي ولا بونجور طبعا انا راجع الاجابات فالجل انه ينفع ان انا حير بهم صديقي ان 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 نفع صالي احمد وبونجور انا اخد نسبة صديقي صالي احمد وبروجو نمرو تروا تقدم صديق فرنسي الى زملائك هتقول ايه عندي خمس عروض اوه نمرو ا واسي جون نمرو جي دي سيطان نمرو سي جي مابل جون نمرو دي سي هودا نمرو او سي مونامي طبعا اذا انا برضو رجعت بالنسبة للانوان الموقف فوق هايقول ان تقدم صديق فرنسي للزملائك وبالتالي هينفع معي واسي جون نمرو ا وينفع معي نمرو او سي مونامي نمرو صديقي جون سي مونامي جون نمرو كاتر تدي ماند ان كامرات تسا صديق سان برنام اسمه تلوي دي تقول له ايه هلا تقول له كي سي طب كمان تي تابل كمان سا فا نمرو دي تي اكلاج نمرو كي ليه تان برنام طبعا انا ما استرجع برضو نقتل الاطهالة اول دات فلق نمرو هلا تنفع لان هي اسأل صديق عن اسمه فا كمان تي تابل نمرو بي وينمرو او ليه كي ليه تان برنام لاتن ينفع نمرو سانك تي بريزان تان بوزا عنامي تقدم جار لصديقة هتقول له يبها تقول له طيب عندي خمس عروض جي مابل كيو تنفع اختار اجابة الصحيحة او الادق في شكل سؤالة يعني هل لديك كم من العام فعندي كل وكل وكل كلمة ام دية مفرد مذكر اولا متحرك وبالتالي تنفع الوحيدة معي اللي يفيول تاني واحدة اللي يبدأ اللي واحدة بس نمرو تروعة جي نامي لدي صديق صديق نوغة نوم ايه ناتالي هل ينفع اقول مو نوم ولا صنوم ولا صنوم ولا طنوم طبعا اذا رايح طب من الازل الملكية المعلومات اللي عندي انا اقول ايه صنوم اسمه مفرد مذكر طيب محمد او محمود ايه نوغة برسون سوبر شخص رائع هل ينفع اقول ا ولا اون ولا د ولا ل طبعا انا هبص لكم برسونة اللي جاها مفرد مؤنس وبالتالي من اللي ده بمحمد انه هو مذكر فبالتالي اخد تاني واحدة اللي هي اتين برسون سوبر اللي هي مفرد مؤنس طيب نميرو اه سي اه نميرو سانك اكسي زمان نميرو سانك اه نوغة ايه فوتر لانج ما تكون لغتك فهل ينفع كل ولا كل ولا كل طبعا لها اربع اشكال عندي او فانا اختار الشكل التاني لدي كلمة مفرد مؤنس وبالتالي خدت كل اللي هي افاك بزار تمام كده او بالتالي طبعا باجل الاشياء بالصورة طبعا وتحاول الجواء لو هي في الصورة عندك موجودة على الشاشة هتحاول ان انت هي تحل مع نفسك وتجتهت في الباجل ننتقل لجزية الاماية طبعا اللي هو اسم ايجرسيس اللي هو انتاج الاماية طبعا هي توقف ممكن يديني ثلاثة سؤالين طبعا الاقتراحة جديدين ان هو اديك ثلاثة اسئلة هترد عليهم بتلاثة اجابات هنا موجود بس معنا سؤالينهم فازاي طريقتها من فلان دو من طماء الى مين الى سامي قال له لو بجيبتعه ايه الامين الاول اللي معنا داع الشماء فايه تقديم النفس فقال له ايه صالي سامي رد عليه قال له صالي طماء قال لكم هون صابلتوا نهو كوبان ماذا وما اسم صديق الجديد ايه كو ما وكيف هو فقال له صالي طماء انصابل بيور اسمه بيور الاسوسياب وهو ايه اجتماعي من صفة الشخص بتاعته تشاو للقاء طيب اللي الامين التاني قال له صالي سامي احيات دك سامي هل لديك جار لنحي كليسا ناسوناليتي طب هل جنسيته هل ايه من نصري ولا فرنسي ولا ايه الجار دو فقال له صالي تشاو فقال له صالي طوما تفتحيتي لك نعم نعم لدي جار الحي يعني الرجل دي طبعا كسائح او كزير طبعا بنفس الطريقة معك ثلاث ايميليات تاني هم هتحاول انت تجرؤهم هتجاوب عليهم بنفس الاسلوب اللي احنا قلناه طبعا صالي هقول له صالي كمون صبيل طم بروفسير دي فرنسي ما اسم مدرس اللغة الفرنسية بتاعك اللي كومو وكيف هو الكاركتير الصفة الشخصية بتاعك يعني ايميلي اللي بعد مثلا الصالي سامي هل تحب الرياضة كلي سبار تيام طب ايرى النوع الرياضة تفضل وهكذا نكتفي ان شاء الله بعرض كده طبعا مزيد التطبيقات على الدرس دول والدرس التاني في الوحدة الاولى ونتملكم ان شاء الله الاستفادة جيدة وكان معكم السيخالد عبدالوهاب معلم خبر لغة فرنسية ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته